السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي نحضر بعض شكولة جد جد اقتصادي بمقادر جد جد بسيطة تيجي رائع في المطاق وغاد يعجب الوليدات ديالكم سوى دولهم في المنزل يستطيفون دول المدرسة يرافقو مع البعدات على التخاب تيجي رائع في المطاق مهم نمر المراحل بإذن الله هناك مقادر جدا اقتصادية هناك تست الاروب لأي نوع بستوي متوفر عندك في المنزل نضفت هنا البيستوي ديال كوك صابلي تيتقام ديرهم واحد فقط عملت جو سيتيات وضفت علي تست الاروب ديال العنباء تاكتاو الحلو وهو الرسوب ملعقة تاكتاو والمور ملعقة صغيرة فقط و ملونجيس اي نوع دي الكاكاو تين نيستوي تين الكوبيل انا ضفت غير كوبيل حاولت انني نقتاصد في المقاري غير كوبيل دست تأس اللارو مهم اخواتي ضفت عليهم هنا عندي تيظهر لكم تأس اللارو دستر لاصي ضفت غير نص تأس لانا تفكرت ان الكوبيل حلو ما بغيتش حلاوة جيكتر من القياس ضفت هنا ملعقة كبيرة من الزبدة خاصة بالاكل زبدة تكون نوعية ديالها جيدة زيت صاشية ديال سكر سانيدة سكر فانيلا باش ننسم 4 ملعقة ديال نقهة البندق ستعطيه مداقة رائع عندكم شي ملعقة ديال حليب مجفف استعملوها ما عندكمش لا داعي عندي تأس اللارو ديال حليب كامل تسم فيتو مزيان طلعت في الغالية جوج من الراس باش ان على اساس ان شوكولات ديالي ميس اكس اتش ليا يبقى معاي وعد المدة ديال اسبوع او اكتر راح تغير غير قريعة غير قريعة في هذا الحجم يعني المقادير بسيطة وجدوه وغا تحكموه هنا ضفت الحليب هنا ديالي سخون تدريجيا ضفت غير نصد كاس باش نشوف القوام ديال الخليط ديالي دير شوكولاتي فاش غيجي تيظهر لكم انه اللون ما شاء الله تيجي رائع تيجي ليس تيجي اللون ما شاء الله شوف القوام تيجي غزال غزال صراحة شوف القوام اشوف مشاء الله القوام فاش نفرغ فيه في القيمين هنا كيفاش تيظهر لكم في الصورة وتحتافضوا به تلاجة وعد جوسوية وان شاء الله تبدو تاكلوا منه تيجي غزال 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 صراحة انا ما جريسوش بزاف اللي بغى القوام اكتر من هذا يكون جاري يزيد يضف هذا النصف تامن ديال الحليب ارا غيدخلوا عجو سوية اللاجة وغيتقبط معاكم وغيجي في القوام زيان تستعملوا في الكاب ديالكم في البارد ديالكم تيجي غزال غزال ضفية يعني تستعملي في بزاف الحواج والمذاقرة بنين ما تقنعيش منه تناولوه بالصحة والعافية انتم مولداتكم ان شاء الله الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله